صراع ميليشياوي يلبس لبوس العشائرية ويتمترس خلف الأعراف الاجتماعية لتحقيق أغراضه وأطماعه مستغلا ضيع عهيبة الدولة وغياب القانون وانفلات السلاح إزاعات تثور بين الفينة والأخرى مخلفة ضحايا بالعشرات وآثارا خطيرة تهدد النسيج المجتمعي وتنشر الذعر في المدن والقرى الآمنة آخرها ما حدث من مواجهات اندلعت في منطقة الهارثة شمالية البصرة أشيع بأنها نزاع عشائري ولم تكن في حقيقتها سوى معركة شريسة نشبت بين ميليشيا العصائب وميليشيا السراية التابعة لمقتدى الصدر وكشف ناشطون أن المواجهات التي استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة نشبت بين عناصر الميليشيتين قرب مركز شرطة الهارثة للاستحواذ على قطعة أرض تضم محلات تجارية بينما لم يجرأ منتسبها المركز على التحرك لإيقاف الاجتباكات التي روعت السكان وأصحاب المحلات التجارية وتشكل الأطماع الاقتصادية نقطة صدام دائمة بين الميليشيات لاسيما في المحافظات الجنوبية حيث فوضى السلاح وغياب السلطة الرادعة وفي هذا الصدد يؤكد قائد شرطة البصر رشيد فليح أن السلاح المنفلت في المحافظة يعادل ترسانة فرقتين عسكريتين وقس على ذلك باقي المحافظات كما أن الصراع يمتد إلى المدن المستعادة حيث تنشط المكاتب الاقتصادية التابعة للبيليشيات وتنشط معها التصفيات والاغتيالات المتبادلة في صراع دموي على المكاسب والنفوذ يدفع ثمنه الأبرياء وطوال السنوات الماضية ظل الحديث عن حصر السلاح بيد الدولة رهين التصريحات السياسية التي نمتجد لها منفذا إلى أرض الواقع في ظل نفوذ الميليشيات التي باتت تمتلك واجهات سياسية وانتشار أحزاب ومافيات الفساد التي تبحث عن مصالحها مستغلة بعض شيوخ العشائر التي تغولت سلطتها على حساب سلطة الدولة في بلد يعاني شللا سياسيا وأمنيا واقتصاديا بينما تنشغل الأحزاب والزعامات السياسية بتعزيز ثرواتها ونفوذها ويترك الشعب ليواجه مصيرا مجهولا ترجمة نانسي قنقر